السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي اهلا بكم مرة تانية النهاردة ان شاء الله معدنا مع موضوع الريدنج بتاع الدرس الخامس والسادس وده نهاية وحدة ان شاء الله واللي حنشوف اهم اللي موجودة فيه طبعا المفروض ان في الحالة اللي فاتت احنا هفزنا خلاص الكلمات فالمفروض ان انا بتابع ازاي بوظف الكلمات دي في موضوع الريدنج ان شاء الله اركز معايا في كل كلمة بقولها عشان تفهم موضوع الريدنج كويس ان شاء الله طبعا شكل ما احنا عارفين حبابي انه في الدرس الخامس والسادس دايما بيدينا الوظائف اللغوية الوظائف اللغوية اللي فيها اللي من خلالها انا بقدر احل المحادثة يبقى دايما في الاجدج فانكشنز بحفظها عشان اقدر احل المحادثة بتاعتي كويس وبقرأ المحادثات اللي موجودة في الدرس الخامس والسادس كويس جدا طبعا هنا في الدرس الخامس والسادس حلقية مديني تعبيرات بتبين اللاك يعني لما كنت فاهم كويس اقول ايه او لما اجي يعني لما اجي اطلب توضيح الامر انا مش فاهمه طبعا هنا بقول لما اجي اطلب اضاح اللي بستخدم التعبيرات دي يعني انا ما زلت متحير طبعا كلمة confused حبيبي معنى متحير could you say that in another way يعني ممكن تقولي الكلام ده بطريقة تانية could you say ده طلب هوت could you طلب could you say that in another way او ان اقول له could you give me an example could you give me an example يعني ممكن تديني مثال could you give me an example او when you say do you mean when you say do you mean يعني ايه كلام ده بصر يعني مثلا مقوله when you say pleased لما انت قلت كلمة pleased do you mean happy يعني هل ده كان معناه سعيد تاني when you say pleased لما انت قلت pleased do you mean happy يبقى ازا هنا when you say لما انت قلت حاجة واجيب له حاجة بتقريبها في نفس المعنى او المعنى اللي انا فهمه طبعا برضو في يعني في القصور في فهم الشيء اللي مكنتش فهم الشيء اوي بقول i'm sorry but i'm not sure what you mean by that i'm sorry but i'm not sure what you mean by that يعني انا اسف بس انا مش متأكد ماذا تعني من ذلك طبعا ممكن اقول برضو حبيبي can you repeat that again تاني can you repeat كلمة repeat حبيبي معناها يكرر can you repeat that again يعني ممكن تكرر الكلام ده مرة تانية تاني can you repeat that again can you repeat that again يعني ممكن تكرر الكلام ده مرة تانية وممكن اقول له حبيبي كمان what do you mean طبعا what do you mean يعني ماذا تعني تاني what do you mean يعني ماذا تعني وممكن اقول له i don't understand what you mean يعني انا مش فهم والله اللي انت بتقول طيب اللي بقى لو انا فهمت خلاص الحاجة اللي هو الهادي فبقول oh i see oh i see او i understand that now i understand that now طيب طيب لو انا حد التوضيح هبدأ ايه قلي لو انا لحد التوضيح هقول i mean يعني اي اي ايمين ها انا اعني i mean يعني انا اعني ودي الكلام اللي انا بقصده عشان اوضح دي الطريقة اللي انا بطلب بها التوضيح لكلام وكمان ازاي اوضح الكلام بكلمة وكمان اكد ان انا فهمت لما بقول طبعا الكلام ده حبايبي بيبان من خلال المحادثات اللي هو بيجيبها لي في الكتاب لازم اقراها مرة واتنين وتلاتة كويس جدا عشان اقدر احل المحادثة اللي بيجي لي في بولي سامير بيكلمتها فبقول له وان يا حبايبي كلمة معناها تكسيد او تشخيص وكلمة تكسيد او تشخيص يعني بشبه الحيوان بانسان او بشبه الجماد بانسان وده بسميه تشخيص او تكسيد فبقولني I like the way the writer uses personification to describe the horses عشان يوصف الخيول فطه بقول له personification I'm sorry but I'm not sure I understand what you mean by that والله انا اسف مش فهم انت تعني ايه بكلمة personification دي فسامير قال له I mean that she makes the horses sound like people يعني هي بتتكلم على الخيول وكأنها بشر فطه بقول له could you give me an example يبقى هنا برضو بيطلب توضيح تاني تاني حبايبي هنا بيطلب توضيح تاني بقول له could you give me an example يعني ممكن تديني توضيح شوف الاول لما ما كانش فهم قال له I'm sorry but I'm not sure I understand what you mean بعد جدا قال له could you give me an example فقال له yes for example على سبيل المثال the writer calls the horses I or she not it يعني لما جيه يتكلم عن الخيول بيقول I وايضا ضمير متكلم طبعا ومين اللي بيتكلم هم البشر ابقول she وانعارف ان الشي ده ضمير عايد على المؤنث العاقل فبالتالي بيعتبره كأنه عاقل not it ما قالش it يعني and she talks about the horse feelings وبتكلم كمان عن مشاعر الخيول I think the writer is trying to make you feel that you and the horses are not very different speeches يعني عايز يوضح ان انت والخيول مش مختلفين اوي فطه بيقول له when you say not very different speeches do you mean the writer think that people and horses are the same شوف قال له I when you say يعني لما انت قلت قلو كلمة اللي وقالها وبعدين do you mean هل تعني ويجي بال لنا فهمه do you mean the writer thinks that people and horses are the same فسامير قال له yes humans and horses are on the same level يعني بنفس المستوى do you see what I mean 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 طبعا الحبيب يسيهن بمعنى understand كلمة understand بمعنى يفهم فلما قاله do you see what I mean معناها do you understand what I mean قال له no I'm still confused I'm still confused يعني انا ما زلت متحير could you say that another way could you say that another way يبقى دي طريقة تانية للطلب الإضاح could you say that another way okay I feel the personification makes us understand the horses better بيقول لي متعالي التكسيد والتشخيص ده بيخلينا نفهم الخيول أفضل we can all feel happy or sad لأن كلنا ممكن نشعر بالسعادة أو نشعر بالحزن طبعا برضو see هنا بتسوي كلمة understand understand that now انا فهمت الوقت يبقى لما حب اكد ان انا فهمت الحاجة بقول I see or I understand that now تعالي نشوفي تلات محادثات دول وبردو بيأكد لي فيها على نفس الكلام how to ask for clarification يعني ازاي اطلب توضيح بيقول لي conversation one man بيقول so cross the road يعني اعبروا الطريق at the traffic lights اتنا معناها عنده at معناها عنده the traffic lights and then وبعد ذلك just before the bridge you will get to around about around the boat around the boat معناها دورا تانا حبابي around the boat معناها دورا I'm sorry هنا حبابي لاحظ ان هو وصف طريق فألا I'm sorry but I'm not sure what you mean by roundabout اه هنا برضو طلب توضيح هنا بيبين ان هو مش عارف I'm not sure انا مش متأكد what you mean by roundabout Oh you know it's a circle اللو دعبارة عن دائرة and the road في الطريق where there are four roads بيبقى فيها اربع طرق مفترك طرق يعني مئة اربع طرق بيت قبلو take the second road take the second road يعني يخد تاني طريق in other words go straight ahead go straight ahead يعني امشي على طول فطبعا قال له sorry I'm still confused انا لسه والله متحيل could you say that in another way يعني ممكن توصف للكلام ده بس بطريقة تانية do I take the second road or go straight ahead هو انا هاخد تاني طريق ولا حمش على طول قال له sorry what I mean is يبقى اذا لازم اخلي بالي من العبارة دي لما اجي ابين او اوضح شيء بقول what I mean is what I mean is don't take the first turning يعني متاخدش اول منعطف ام قال take the second one يعني اخد التاني which is also the road straight ahead of you اه يعني معناها متاخدش المعطف الاول خليك ماشي على طول هو ده طريق تعال نشوف الconversation 2 راندا بتكلم نهال فبتقولها this is an amazing app وطبعا كلمة اب حبابي اختصار كلمة application application طبعا اللي هو التطبيق it can name any plant you want to find out about وانا كلمة find out معناها discover يعني بيقدر يسمي اي نبات انت عايزة تكتشفي اسمه او عايزة تعرف فيه you just need to take a photo of it يا توب بس اعتقدي صورة لي فانهالا لتلاها I'm sorry but I'm not sure I understand what you mean اهو انا مش عارف كده بطل التوضيح could you say it another way ممكن تقولها بطريقة تانية فالتلا اوكي let's say you see a plant that you want to know the name of خلينا نقول ان انت شفت نبات وعزة تعرف اسمه you just take a photo يدوب بطاقة صورة او ايت on your phone على التلفون بتاعك and then choose find بتختار الايقونة بتاعت find and the app will tell you the name of the plant طبعا الابليكيشن ده حيقولك اسم النبات تعالا نشوف conversation 3 boy 1 بيكلم boy 2 the problem isn't just the animals habitats are disappearing قال المشكلة مش في ان المواطن الطبعية اللي الحيوانات بتختفي the problem is المشكلة ان they are disappearing because of our bad habits ده هما بيختفوا عشان عادتنا السيئة فالبوي قال له when you say our bad habits do you mean what we are doing اوه لما انت قلت عادتنا السيئة معناه اللي احنا بنعمله فقال له yes i mean that it's because we want certain products saw badly والكلام ده لاننا محتاجين بعض المنتجات بشكل شديد طبعا هنا badly مش معناه بشكل سيئ هنا معناه بحاجة شديدة we are prepared to destroy our environment to get them فالمنتج اللي احنا محتاجينه ده ممكن نتدمر البيئة كلها عشان نحصل عليه قال له can you give me an example يعني ممكن تديني مثال قال له we are destroying force to build more roads for example يعني احنا بنضمر غابات كتير عشان نبني طرق يبقى الفكرة في المحادسات كلها حبايبي ان هو بيبينني ازاي اطلب اضاحات وابيني ان انا مش فاهم الكلام طبعا لحبابي احنا خدنا كلمة tongue twister وقالنا ان tongue twister دي يعني كلمة صعب نطقها او كلام صعب نطقها تعال كده نشوف المحادسة دي اللي بين هانية وملك هانية بتقول the sentence in the poem يعني الجملة اللي في القصيدة دي is a tongue twister صعبة النطق فملك قالت لها tongue twister I'm sorry but I'm not sure I understand what you mean by that طبعا انا مش فاهمة ماذا تعني من ذلك فقالت لا I mean that it's very difficult to say قالت لها انا بعني ان هي صعبة جدا ان انا اقولها فبتقولها could you give me an example يعني ممكن تديني مثال فاني قالت لها yes I read it تحقرها لك she sells seashells on the seashore يعني هي بيبيع صدف على شاطئ البحر فقالت لها so when you say it's a tongue twister do you mean the letters in the words are all the same هل ده معناه ان كل الحروف هي هي فقالت لها they aren't all the same قالت لها لا مش كلها شكل بعضها but they are hard to read بس صعب انها تتقرى فقالت لها no I'm still confused انا لسه لغد الوقت متحرة could you say that another way ممكن تقولها لي بترعة تانية فقالت لها okay and a tongue twister the words are hard to say together quickly tongue twister معناها ان انا مجموعة كلمات ما اقدرش اقولها مع بعض بسرعة فما لجت لها I see شوف لما جيت تقولي انها فهمها I understand that now يعني انا فهمها ده دلوقتي طبعا في الدرس ده حبيبي بيكلمني عن حيوانين اتنين هو الاولاني هو المونجوس والتاني هو الكاريكلز ونا الكاريكلز الحيواني اللي شبه القطة والمونجوس اللي هو النمس تعالي نشوف الاول المونجوس طبعا لازم اخلي بالي وقاره كويس لانه ممكن يقولي اكتب لي باراجراف عن المونجوس او الكاريكل بقولي الانتروداكشن بالنسبة للمقادمة بقولي بقولي ان في تلاتين نوع مختلف من حيوانات النمس موجودة في العالم هيبدأ يتكلم عن الابيرانس وابيرانس حبيبي اللي هو المظهر المظهر يعني بتاعه الوصف قال لي قال لي ان حيوان النمس ده عنده جسم طويل ان اللونج دي يعني طويل افقي وطبعا عنده ارجل قصيرة وكمان ديل طويل وجسمه مغطى كمان بثيك فار وثيك فار يعني فر وكثير تعال نشوف السكيلز بتاعتو كلمة سكيلز حبيبي معناها مهارات تاني سكيلز معناها مهارات بقولي منجوزز كان سي ان هير بقولي بتقدر تشوف وبتسمع كويس جدا which help them to find خلي بالك help مفعول بيجوارها تو المصدر او مصدر بس يعني ممكن اقول help them to find or help them find food and avoid كلمة avoid حبابي معناها يتجنب تاني avoid معناها يتجنب danger يعني بتخليهم متجنبوا الخطر mongooses are famous for fighting snakes بقولي ان الحيوانات النمسي دي مشهورة جدا بقتالها للسعبين they are able to وخلي بالك كلمة are able to معناها كان تستطيع kill snakes by biting بتقتل العناكب بانها تعدهم habitat كلمة habitat حبيبي يعني موطن طبيعي تعال نشوف الموطن الطبيعي بتاع المongooses بقولي the mongoose is found in africa طبعا موجود في africa asia and parts of europe وتفاف روكيا واسيا وكمان بعض من اوروبا it lives in forests طبعا عايش في الغابات wetlands والاراض الراطبة or grasslands او الاراضة العشبية under the ground or rock بعيش تحت الارض او تحت الصخور and the eighteen hundreds mongooses were taken to live in several islands in hawaii and the caribbean واللي خدوا حيوانات المongooses دي خدوا حيوانات منها كتير جدا عشان تعيش في جزر هواي وكمان في طبعا عدد الفران هناك كان كتير جدا فبالتالي حيوانات النمس بتاكل الفران فخدوه عشان يحدوا من عدد الفران however ومع ذلك they are endangered mainly because of deforestation and loss of habitat طبعا هي endangered قلنا endangered يعني معرض للخطر يعني هي معرضة للخطر بسبب عمليات تقطيع الغابات وكمان بسبب فقدان موطنة الطبيعة جايب لي بقى الحاجات اللي بتاكلها حيوانات النمس وهي الحيوانات الصغيرة شكل الفران وشكل الطيور والطيور طبعا والضفادع وبتاكل السحالي وكمان بتاكل البزور وكمان بتاكل السوداني تعال نشوف كلمة lifestyle حبابي معناها اسلوب حياة تاني lifestyle معناها اسلوب حياة كلمة active حبابي معناها نشيط وانا عكسها active يعني مش نشيط ودي حبابي معناها النهار بقول لي ان هي نشاطة جدا ناسناه النهار وبيتنام بالليل بالرغم ان في البعض بعيش لوحده بقول لي كثير بيعيش في مجموعات بيصل عدتها لخمسين where each one has a role to play اكيد لكل واحد دور بيلعبوه بخلي بالك يلعب دور اسمها player role some hunt and others look after the young والبعضون بيصطاد والاخر بيعتني بيصغر they can live for up to ten years in the wild بيقدروا يعيشوا في البرية لمدة عشر سنين تاني حيوان معنا هو الكاركال وانا الكاركال اللي هو الحيوان اللي شكل القطط تعالي نشوف المظهر بتاعه يعني اللي هي عبارة عن قطالونها دهبي جميل كده وكمان ودنها طويلة او كبيرة ولي ما بتبقاش كبيرة قوي طولها طول القفق بتاعها تسعين سنتيمتر يعني اهل من المتر تعال نشوف قلت حبيبي كلمة بمعنى مهارات تاني بمعنى مهارات قلنا طالما قالي بقى ده حبيبي قصد الاسم الجمع بردو ادي هلب ادي مفعول ادي تو المصدر ممكن اشيلته وتبقى هلب them hear well فبولي كاركالز لارج ايرز هلب them to hear very well they also have a lot of fur عندهم فرق كتير على رجليهم وده معظم حيوانات الصحراء which makes it difficult for other animals to hear them when they are trying to catch them ده بيبقى يخلي صعب على الحيوانات انها تسمعها لما تيجي تستطع واللي بتقدر تقفز عالي جدا وكمان بتتسلق الاشجار تعال نشوف الهابتات يعني الموطن الطبيعي بتاعها قلت ده مبني مجهول في زمن المضارع والشرق الاوسط they live in deserts بيعيشوا في الصحراء but also in grasslands and forest بيعيشوا كمان في الاراضة الوجبية وكمان في الغبات تعال نشوف الفود الفود حبابي اللي هو الطعام اللي كاركالز catch and eat many animals including كلمة include بمعنى يشمل اهو تضمن mongooses birds and rabbits طبعا بيشمل حيوانات النمس وكمان الطيور وكمان الالاني اللايف ستايل قلنا سلوب حياتهم الكاركالز are usually active during the night طبعا حيوانات النمس كانت نشطة بالنهار لكن حيوانات الكاركالز طبعا نشطة بالليل and most live alone معظمهم بيعيش لوحده mother caracals often live in holes طبعا الامهات منهم بيعيشوا في فتحات او ثقوب that are made by other animals طبعا الفتحات دي بتبقى مصنوعة بواسطة حيوانات اخرى وخلي بالك ان other بييجي وراها اسم جامع caracals جوالها between three and six babies طبعا بتولد من ثلاثة للست صغار called kittens نفس اسم القطط الصغيرة kittens who stay with their mother for about ten months بيعودوا مع امهم لمدة عشر شهور caracals can live for up to twelve years in the wild طبعا هناك كانوا بيعيشوا عشر سنين طبعا انما الكاركالز بيعيشوا اتناشر سنة تعالا مع بعض نشوف اخر موضوع reading معنا بقول much of the south of England is a coastal habitat next to the sea بقول المعظم جنوب انجلترا موطن ساحلي او بيئة ساحلية next to the sea بجوار البحر today sheep and cows enjoy the green grasslands where they can eat دلوقتي طبعا الاغنام وكمان الابقار بيستمتعوا بالاراضة العشبية حيثوا يستطيعونها الاكل however مع ذلك two hundred and fifty million years ago يعني من متين وخمسين مليون سنة part of this coast was very different بقول جزء من الساحل ده كان مختلف it was in a hot wetland habitat يعني كان موطن او بيئة حارة وكمان رطبة where animals like crocodiles lived in the wetland وهناك طبعا حيثوا عاشت حيوانات مثل التمسيح we know this because hundreds of speeches واحنا عرفنا كده بسبب مئات من الفصائل are often found here يعني وجدت هنا many of them are very well preserved يعني كتير منهم محفوظ بشكل جيد so scientists can study many fossils of animals from long ago عشان كده العلماء يقدروا يدرسوا كثير من الحفريات and fossils اللي هي الحفريات للحيوانات من وقت طويل من وقت طويل طبعا حبابي بيقول لي هنا ان ذا لما ييجو وراها صفة بس مجردة من غير استيب مقصوب بها الطايفة دي من الناس يعني مثلا كلمة young يعني شاب او young man يعني شاب لو انا قلت the young يبقى اصب بها كل الشباب old يعني كبير السن لو انا قلت the old معناها كل كبار السن poor يعني فقير لو انا قلت the poor معناها كل الفقرة rich يعني غني لو قلت the rich معناها كل الاغنية طبعا لوس حبابي فعلا بمعنى يفقد او يخسر لكن لوس بمعنى الخسارة بول الرحمة lost her bag in the bus طبعا يبقى هنا فقدت انما it was a great loss طبعا هنا دي صفة وده اسم موصوف يعني كانت خسارة كبيرة when he damaged his new mobile لما كسر التلفون بتاعه الجديد thank you very much for watching بكده حبابي بيبقى احنا خلصنا الوحدة الاولى بتحليلي التمرينات اللي موجودة عندك في الملف تحت ان شاء الله وبتتاكد معي على قناة telegram اذا كان الحل اللي انت حاليته ده صح ولا غلط يلا شاير لكل زمالك عشان الكل يستفيد ان شاء الله واستنونا في الوحدة التمنع انا بأكد ان كتاب المعاصر نزل ان شاء الله شغلنا في الفترة اللي جاية او من بداية الوحدة التمنع هيكون من كتاب المعاصر لو معاك كتاب المعاصر هتشتغل وتتابع معنا منه لو ما معاكش برضو انا هنزللك كل ملفات الواجبات تحت في صندوق الوصف هتشتغل تحملها وتحل الواجب وتتابع معنا ان شاء الله جوب باي السلام عليكم